السلام عليكم متسبياتي ان شاء الله تكونوا بخيروا بصحة وعافية اليوم احبيت ندير معكم هذ الوصفة اللي راحين تتعلموا منها بزف حويج هذا الفيديو راحين تستفيدوا منه بزف درت فيه هذ الكيكة حبيت نصور لكم الحويج اللي استعملتهم فيها كيفية درت الجنواز كل الحويج اللي راح تنجح لكم بهم ايضا الجنواز الحاجة الاهم في الكيك هي الجنواز كي تكون جنواز مليحة وتكون الجنواز خفيفة يعني الكيك راح يجيك مليح هنا راح ينبدأوا في ريسيبيو هنا كيما راكم تشوفوا راح ينحطوا البيض اللي هنا البيض على حسب القطر اللي راح تستعمله امتياته على السيرسو انا لهنا البيض كيما راكم تشوفوا حطيت ثمن حبيت بيض ثمن حبيت بيض هنا افصلت الصفار عن البيض درت البيض واحده وصفار واحده هنا طلعت البيض مليح درت له رشة ملح وطلعته حتي نشوفوه ولا هكذاك شغل رغوة بيضة هنا بعد ما يطلع لكم البيض راح ينتوزنوا السكر السكر هنا اللي لازم توزنوا يعني مشي تحطوا هكذاك كميه عشوائيه ولا تحطوا تحطوا يعني بالكيس كين بزيف ناس يحطوا بالكيس لا لا السكر يعني على حسب البيض ثم كين كميات كده راح ينتحطوا متحطوش بارك ثم هنا فثمن البيضات راح نحط ميتين واربعين جرام سكر هنا كما كم تشوفوه بعد موزن السكر راح نبدأ نضيف فيه تدريجيا على هذاك البيض لان ما تحطوش هكذاك السكر كامل ضربة واحده حطوه غير بالعقل كما كم تشوفو تحطوه تدريجيا سواء على زج دفوعات لاثة دفوعات المهم تحطوه غير بالعقل ما تزربوش تحطوه كامل في بعضها وحاولوا انكم في المرحلة هذي انكم تخلطوهم وحاولوا البيض حتى تشوفوه سكر ذب ذب يعني نهائيا من هذاك البيض هنا انا نحط فيه تدريجيا هذي الكمية اللي بقعت لي سوف نضيف فيها غير بالعقل هنا ضروري ضروري انكم تخلطوه بالبطور يعني ما تقدروش تطلعوها بيدكم على خاطر تجيكم جنواز ما تصبح لكم شمليح ومتجيكم شخفيفة هنا هذه الكمية اللي بقعت لي حطيتها المرة في الحلثة هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت هذا البيض والسكر مليح بك تشوفوا النتيجة اللي تتحصلوا عليها تجيكم على شكل ميرنج هنا بعد ما تطلعتوا مليح هنا كما راكم تشوفوا يعني السر كل شي في الكيك هو الجنواز كي تقول لكم الجنواز مليحة وتقول لكم جنواز خريفة الكيك راح يجيكم مليح هنا انا بعد ما طلعتهم راح نبدأ نضيف هنا في الصفار عندي ثاني صفار تضير ثمن بيضة ثمن بيضات هذوك اللي تعلبوا لي نتاع البيض حطيتهم وم بعد ما طلعت السكرس والبيض سنحط في الصفار هنا ثاني صفار تحطوه تدريجيا يعني اي حاجة هنا راح ينتبقى تضيفوها تدريجيا متحطوش كلش على بعضه كلش تحطوه على ثلث دفوعات هنا المرة الثالثة حطيت هذوك الصفار اللي قاعدوا لي ثاني راح نقعد نخلطهم مليح هنا دوك تشوفو النتيجة البنس بعد ما خلطت الجنواز هذيك بعد ما خلطتها مليح هي مدد الخلطتها الماكسيمو ربع ساعة تقعدوا تخلطو فيها يعني تشوفو اللون تغير نهائيا والعجينة توليكم شوية ثقيلة هنا غير البيض برق والثكر راح يوليكم شوية ثقيل هنا راح نزيد نوزن الفارينة ثاني الفارينة ماشي تحطو كمية عشوائية ثاني كما السكر ثاني تحطو بالميزين ضروري انكم تزنوها هنا ثاني عندي ميتين وربعين كرام فارينة الفارينة والسكر اللي بناس تحطوهم قد بعضهم يعني ما تحطوش السكر كثر من الفارينة ولا تحطوا فارينة كثر من السكر هنا الفارينة تحط قد الصكر قد قد ميتين وربعين كرام هنا ما تكونش راح نتكملوا تخلطوها بالباطير على خطرها اه تهبط لكم جينواز وما تجيكمش مليحة عليها تجيكم فكيلة هنا كي تبدو تحطو في الفارينة تخلطوها غير بيدكم بلا اسباطير ولا اي حاجة ولا مغرفة ولا ليس نصير انكم تخلطوها بيدكم وديروها بهذا الشكل يعني تخلطوها من التحت للفوق هكذا الفارينة ثاني نضيفوها غير بالعقل ما تحطوه هاش كامل يعني كين اللي بئس بينهم دعمال لهنا البيض راهو بزيف والفارينة قليلة للا البنس ما هيش قليلة انا يعني كلش راهو بالحسب يعني كلش راهو قد قد كلش راهو بالميزين يعني مش راح تجيكم جينواز في اسمه جيريا ولا حاجيكم يبس ولا حاجيكم مليحة احنا بعد ما خلطها تقعدوا تخلطو فيها حتى ان هذو كل حبيبس سعر فارينة كامل يروحو ما يقعد فيها ولو تكونوا وجدتوا السيرسول اللي راح ينطيبو فيه انا ديرت له لهنا ما عنديش ورقة طاهي ديرت له اه بابي سيلوفان لهنا تديرو كميه تديرو تغلفو يعني من داخل و تزيدو من تحت بهم ما تسيحلكمش الجينواز الفور ضروري انكم تكونوا سخنتوه ما قبل ومبعدا تنقصوه الى 180 درجة وتخليوها مدة عشرين دقيقة حتى النص ساعة بسما كل واحدة وعلي حسب الفور تاها انا هنا خليتها عشرين دقيقة برك طابت لي وهذي الخطوة ثاني راهي ضرورية هنا البناز انا لها نخلطو بهكذا يعني بعود ولا تحاول انكم تخلطو بيتخرجو الهواء هذيك اللي في الجينواز كامل كما قلت لكم تكونوا سخنتوه ما قبل الى 180 درجة يعني تنقصوه الى 180 درجة مدة ساعة عشرين دقيقة انا ادت لي عشرين دقيقة هنا بعد ما طابت غير تخرجوها من الفور حاول انكم تديروها كبعود اذا لقيتوه ناشف ما يطابت لكم اذا لقيتوه مش ناشف شوفوا البناز هنا بعد ما طابت شوفوا كيفية تكون الجينواز جي خفيفة ولهنا الجينواز ضروري انكم تخليوها تبيت ليلة كاملة متستعملوهاش في نفس النهار اللي طيبتوها فيه الجينواز بهت جيكم بليحة في الماكلة وجيكم بنينا وثاني بهت زيت والي خفيفة اكثر ضروري انكم تخليوها تبيت ليلة كاملة هنا بعد ما خليت هنا في الفريجدير بيتس راح نبدأ انقطع فيها شوفوك فتقطعتها كيفية راح نديرها اللي ما عندهش هذا المنشار تعلي كيك تعلقاته تقدروا ديروها غير بالموس هذيك المسنن تقدروا تقطعوا به ثاني قطع لكم نورمال المهم تقطعوا طبقات يكونوا قط بعضاهم هنا انا قطعتهم كما راكم تشوفوه طبقة الاخير هذي اللي راكم تشوفو فيها للفوق ما استعملت هاش هنا انا درت جنواز يعني ما درت شغل هذي درت الزوج منها بهندير الكيك ويجيني عالي اه تم طيبت هذي اللولا ومبعز طيبت واحدة اخرى ثاني حطتها في التبرد ليلة كاملة وزيت قطعتها هنا راح نحضر لكم القاناج منتي وقاناج تغليف وقاناج للحشو كيف راح نحضروا هنا بالنسبة الشيكولة الشيكولة اللي تستعملوها في القاناج هي الامباسادور والله الوجدين هذو هما اللي تستعملوهم بارك يعني ما تستعملوش شيكولة واحدة اخرى هنا كانت يعني سخانة عليها شوية ركبته فيها كيفية ذيبة انا درت المارون ودرت نوار يعني ما درت هاش كام النوار لاختر راح تجيني فالذوقتها راح تجي مرة مش راح تجي مليحة هنا خلطوا بين المارون تاع الحاليب هذيك الشيكولة هذي المارون وشيكولة نوار لانا استعملت الامباسادور تقدروا تستعملو الوجدين انا هنا غلطت في الميزان ما كوش نديرتوه في الصفر عبو ترجعتوه في الصفر كيما كم تشوفو ومبعده بديت نحط في الشيكولة هنا الشيكولة تسمع ليحسابوا بتاعكم الكيكا انا لهنا الكيكا تاعي درتها شوية كبيرة على هذي كفرط القاناج اللي احنا القاناج هذا اللي بديت بيه هو تاع الحاشو دقنزين ديلكم الكاناج اللي ديروه للطيلة يعني اللي تغالفو به الكيكا تاعكم درت 200 قرام شيكولة هذي خليتها الذوب على نار هادئة وزيت درت لها لحنا الكرام فرش الكرام فرش تاني توزنوها يعني متستعملوهش متستعملوش العلبة كاملة على خطر راح ينقسموها على قده نان حاجة اه هنا هي بالنسبة الكرام فرش هنا هي من الافضل من الافضل حاجة انكم تستعملو الاوبلا واللي كينضوك الاوبلا كيهات الغالية كين انواع بزيف يعني البديلة تاع الاوبلا تقدرو تستعملوهم انتو ماريسانسين متستعملوش هذي خاصة بالطبخ تستعملو الخاصة بالحلويات ثانة ثلاثم اتقسمو غشتي ثاني سخنتها كي ما راكم شرى هي اسقونة تذكلك الكرام الفرش نحكوها على الشيكولا اللي هنه تتقوموه كامل يعني اللهنه بين الشيكولا والكريم ترجمو Anna x 500hir كرام 200 grم ش Sound 300غ كرام كريم فرش تطوها كامل شهنا تخلطوها شوي وبعضاثم بح environmentally تخليها ثاني ليلة كاملة في الكونجلاتور بسح كما راحا و بالغدوة تستعملوها و تطلعوها بالباتر سوف تشوفكم ايه كيفية تدرتها انا ايه احاول انكم تخلطوها مضيح تذيك الكريم فرش تتخلط فيها في ذاك الشيكولة هنا الكريم فرش والشيكولة هذي تكونوا راحين تديروها في كناج يعني تعمل الحشو ما تستعملوش في نفس النهار تخليو هي بيت ليلة كاملة بيت تستعملو بيجيكم مليح ويجيكم ابنين هنا احاول انكم تغلفوها هكذا بما يدخلهش لهوا وتحطوها في الثلاجة ما الأحسن انكم تحطوها في الكونجلاتور و راحا نزيد لكم هنا اه قاناج تعطي لكيفية نغلفو به الكيك هنا راح يدروا قاناج نغلفو به الكيك عندي لهنا شيكولة راحا نضيف لها هنية الكريم فرش الكريم فرش هنية راحين تحطوها طول مع الشيكولة يعني ما هكمش راح يديروها كما اه تاع القاناج اللي ولي حضرناه تعال حشو هذيك سخلنا الكريم فرش واحدها وشيكولة واحدها بخلطنا مع بعضهم اه هنية خلط كل شي بعضه والمقادير راح هم راني يعني ندير فيهم بالميزان يعني ما نحط مقادير هكذا كعشوئين ضروري انكم سرتو في الكيك ديزاين البنات ضروري انكم استعملوا الميزان في كلش يعني بهجيكم كلش قد قد ويجيكم كلش مليح هنا احطيت مئتين وتسعة وتلاتين قرام كريم فرش سخنتها وخليتها يعني غطيتها وخليتها غير في الفرج دان من تحت الغدوة بهنستعملها بالنسبة للقاناج حيذا تعال حشو لبنات شوفو هنا بعد ما بيت ليلة كاملة في الكونجيلاتور شتو كيف اه كان جامت حطوه في الفروق نار هكذا هادي ابي هي عودي تلق روح وبرك وبعد ذات بديو تخلطوه هنا ضروري انكم تخلطوه بالباطير مليحة تطلع لكم هذيك القاناج اه هنا يثاني وجدت السيرو بالنسبة للسيرو عادي جدا ديرو زوج كيسين ما معاكي السكر وتحبو ديرولو القارس من داخل كي ما تحبو انتو ما هنا بالنسبة للكيك هنا راح نبدأ نوجد فيه اه ديرت طبقة الاولى حطيت لها هكذا شربت يعني شربتها بهذك السيرو ومبعدها ديرت لها هنا الحشو بالنسبة للحشو هنا تبتو تضيفه في الطبقة ستاكم يعني تديروا طبقة في طبقة بالنسبة للحشو كل واحدة وش تحب تدير في الحشو من داخل انا لها ديرت جوز وشيكولا وضوك زيتوا تشوفوا الطبقة اللي درتها اه حاولوا انكم كل طبقة تديروها تديروها قد قد يعني تديروها بلاس باطير تحاولوا انكم تعدلوها مليح به جيكم الهنا جيكم الكيكا ما جيكمش معوجة وجيكم مليحة هنا الحشو تحبو تديرو جوز لوز كوكيو اي مكسرات راكم حابين تستعملوهم انتوما اه انا الهنا ديرت الجوز كي ما راكم تشوفوا ودرت توفيها اه طفية هذي كتاع شيكولا اللي فيها براليني تعلوز في طغيفها اه احسن حاجة شوفوا هذي اله اه براليني هذي شيكولا الذوق تحه براليني تعلوز كي ما قلت لكم هيا اصمت تلقو فيها هو بي بس عرلوز ذوقتها روعي عالبنات خير من صوفي هذي كراميلا احسن منها شوفوا لابواسة هاي كل هيها اللبنة اه هي مخلطة باللوس هي اكشور شيكولا ونخلطه باللوث ومن بعد اهنا درت طبقة ثانية زيت حطيت هذيك الجنواز شربتها ودرت لها هنية القرناج من برا وزيت لها القرناج من داخل شوفوا البنات القرناج رغو يختلف شوفوا برك يعني كتشوفو في الفيديو تعرفوا بليك هذك القرناج لتعال الحشو موج نفس القرناج لتغليف نحط الطبقات كما راكم تشوفو وتعمروهم بالحشو هنا درت هذي الطبقة البنات هذي بزيف بزيف بنينا ندرتها بذوق توت اروع البنات ننصحكم بها هذي هذي كيف هدرت تديروا الفوكي هذيك المعلبة ديروا لها شوية جيلاتين تحطوها على النار وتخليوها تجمد تجي تهبل البنات هنية الكيكا تغلفوها بهذا الورق ضروري انكم تغلفوها بهذا الورق بهجيكم لها وتحكم روحها بهجيكم جد بعضها وتخليوها في الكونجيلاتور حتى تحكم روحها مليح لبنات كما راكم تشوفو هنا بعد ما جمدت لي راح نبدأ انغلب فيها هنية بالقرناج القرناج يكون ذيب ميكونش جامد بزيف وتبدأ وتغلفو فيها بهذا الطريقة وضروري ثاني انكم تحطو اشتو هذي السيرس وهذا اللي درته هنا من فوق تديروا هذا الديسك من فوق بهجيكم الكيكا مليحة حاول انكم تغلفوه بهذا الورق الشفيف البابي فين بهجيكم الكيكا مليحة وهنا تخليوها ثاني حتى تجمد تمليح بهجيكم لها عجينة السكر هنا تحاول انكم تحلو هذيك العجينة وتغلفوها بها عادي هنا بالنسبة اللي كولير هذو وانا درت اللون الماض مع اللون البيض خلطتهم في بعضهم وبعد اطرحتهم وديكوريت بيهم بهذا الطريقة ديكوريتها هكذا ودرت لها الشابو من فوق شابو البنت طريقة سهلة جدا ثاني فتحضروا بقربي ان شاء الله نديرهم لكم في فيديو واحدهم وهذه هي النتيجة اللي حصلت عليها ان شاء الله تكون نلت اعجابكم وان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو يعني اي واحدة تكون حابة تحضر الكيك واحدها في الدار اعطيتكم لاباز كامل في الجنواز كيفية تدروه في القناة ثاني كيفية تحضروا وهذه هي الطريقة نقولكم الى اللقاء في وصفات جديدة وان شاء الله نلقى الدعم منكم بنزيد بارتاج لكم فيديوهيز اخرى